أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان البيان وهداه إلى أحسن الأديان وبين له العدل والأحكام وحذره الظلم والطغيان وشرع له من الدين ما يكفي وسن له من الأسباب ما يهدي فأنزل قرآنا حكيما وأرسل رسولا عظيما والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أيها الحضور الكرام أيها المتشرفون بهذه الزيارة المباركة وهذا القرب من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وأخيه مولانا صاحب الجود والوفاء والفضل والإخاء أب الفضل العباس عليه السلام حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم وأيامنا بحلول شهر رجب الأصب وبهذه الولادات الطيبات المباركات وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال نعمة بعد نعمة ورحمة بعد رحمة تتوالى علينا من العلي القدير في هذه الذكرى الطيبة الميمونة المباركة إذ أشرق علينا من حوى الفضائل والمكرمات وفجر لينابيع من الحكمة والشرف وسمو الأخلاق نعم فكان صورة متكاملة من الأدب والعلم والفكر ليس في دنيا الأنساب نسب أسمى من نسبه الوضاح من صميم الأسرة النبوية الهاشمية الشريفة بل من أجل الأسر التي عرفتها الإنسانية جاء إلى الدنيا حاملاً معه شمائل آبائه وأجداده فتباشرت السماء قبل الأرض أن أبشروا فقد ولد الجواد نعم لقد هل علينا ذلك النور الساطع والبدر الطالع الطيب من الطيبين الطاهر من المطهرين إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فتمت البهجة والسرور على أبيه الرضا صلوات الله وسلامه عليه بوليده المبارك وطفق يقول لقد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار نعم وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدته وقال صلوات الله وسلامه عليه إن الله قد وهب لي من يرثني ويرث آل داود فالسلام على الجواد التقي القانع الرضي المختار الزكي وباب المراد جواد صاغ جودك كل جود ولولا ولولا أنت معنى الجود يمحى باب المراد وكعبة الوفادي وسليل خير السادة الأمجادي إني سيدي إني مددت يدي إليك مؤملا بجليل جودك يا أجل جوادي هبني رضاك سيدي هبني رضاك ولست أرجو غيره صلى العلي عليك في الميلاد اللهم صل على محمد وآل محمد بسرور بالغ وشرف رفيع ونجتمع اليوم على حب آل محمد عليهم السلام تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة حفلها المركزي بهذه الولادة الطيبة الميمونة لإمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه رزقنا الله وإياكم التوفيق لسير على نهجه في الدنيا وزيارته وأن لا يحرمنا من شفاعته ببركة الصلوات العاليات على محمد وآل محمد على بركة الله نبدأ كما تعودنا بتلاوة آيات بينات من الذكر المبارك الحكيم ننصت إليها خاشعين بصوت قارئ العتبة العباسية المقدسة الشيخ القارئ علي الساعدي نستقبله بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شروه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم وصل يا رب على خيرتك من خلقك محمد وآله الطاهرين شكرا جزيلا لقارئ العتبة العباسية المقدسة القارئ الشيخ علي الساعدي على هذه التلاوة الطيبة شكرا جزيلا وأسمعكم الله كل خير وأسأل الله لكم التوفيق والعافية وأسعد الله أيامكم وأيامنا بهذه الولادة الميمونة الطيبة ونبقى وإياكم مع كلمة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بهذه الذكرة الطيبة يلقيها مدير مكتب سماحة المتولي الشرعي للعتبة المقدسة الدكتور السيد أفضل الشام المحترم يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على سيدي ومولاي أب الفضل عباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته أصحاب السماحة والفضيلة الأساتذ الكرام السادة كل بحق حسب موقعه ومنصبه ولقبه الضيوف الكرام جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم عجا لوليك الفرج والعافية والنص واجعلنا من أنصاره وأعوانه والشهداء بين يديه الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا نعمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ ويسهل علينا به سبيل المبعث والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين أيها الحضور الكريم أكدت الروايات الشريفة عن أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام في أكثر من مورد ومصدر على ضرورة إحياء ذكر أهل بيت النبوة عليهم السلام من قبيل قولهم إن شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا وقد ورد عن الصادقين عليهم السلام قولهم أحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا من هنا صار الاحتفال في ذكرى ولادات أهل بيت النبوة عليهم السلام من الموارد الضرورية المعبرة عن ارتباطنا بهم فإن عقد المحافل التي يستعرض فيها معاثر أهل البيت عليهم السلام وسيرهم ومكارم أخلاقهم والمجالس التي تعقد لتذكر فيها حجج حجج تعين أخذ الدين عنهم والاحتفالات التي تعقد لتوثيق الصلة بهم ليكون ذلك طريقا لتمثل سجاياهم ومحاصن خصالهم كل ذلك يقع في سياق الإحياء لأمرهم ومن الطبيع أن تختلف مظاهر الإحياء باختلاف الزمان والمكان لكن الهدف الأوثق منها واحد وهو استهداف توثيق الصلة بين أهل البيت عليهم السلام وبين مواليهم وهو وجه من وجوه التمسك بهم والولاء لهذه الصفوة من أولياء الله تعالى بحيث يستوحي المستفكرون من ذكرهم السجايا النبيلة والأخلاق الفاضلة التي كان عليها أهل البيت عليهم السلام وعلى ذلك تكون التنشئة لصغارنا على وفق مكارم الأخلاق فإذا ما كبروا كبرت معهم معاني الولاء والفضيلة وترسخت في قلوبهم مباني الاقتداء بأصفياء الله ونجبائه وعليه فكل مظاهر الإحياء لمواليد أهل بيت النبوة عليهم السلام تقع لا محال في دائرة الإحياء لأمر الله تعالى ودينه ولذلك فهي من مواطن الرضا لله تعالى ومما سبق يأتي استذكارنا لولادة الإمام الجواد عليه السلام صورة من صور إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام الذي هو إحياء لدين الله تعالى ومما نريد أن نستذكر أهميته في هذا المحفل الكريم بوجودكم وجوه الشبه بين السيرة العطرة للإمام الجواد عليه السلام وبعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام ولا سيم النبيان موسى وعيسى والإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام إذ ورد على لسان الإمام الرضا عليه السلام قوله لأصحابه رضي الله تعالى عنهم لقد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم ويشرح بعض العلماء وجه الشبه الذي قصده الإمام الرضا عليه السلام بين الإمام الجواد والنبي موسى عليه السلام إن المصلحة الإلهية شاءت أن لا يولد الإمام الجواد عليه السلام في أيام شباب والده أي الإمام الرضا عليه السلام بل ولد يوم بلغ عليه السلام قرابة الخمسة وأربعين سنة ولا شك أن في هذا التأخير تمحيص شديد وابتلاء عظيم للأمة ولا سيما المؤمنين على وفق المنطوق القرآني الكريم القائل حتى يميز الخبيث من الطيب إذ بلغ الأمر ببعضهم أن أخذ الشك في نفسه مأخذا عظيما ولا سيما في مصداقية إمامة الإمام الرضا عليه السلام وذلك لتأخر قدوم خليفته ومن هذا نستطيع أن نعرف مستوى الفرحة والبهجة التي نزلت على قلب الإمام الرضا عليه السلام في مثل هذا اليوم فمن هذه الجهة صار الشبه واضحا بين قصة ولادة الإمام الجواد عليه السلام بقصة النبي موسى عليه السلام إذ يأس بنو إسرائيل من ظهور منقذهم من ظلم فرعون بسبب تأخير قدوم موسى عليه السلام حتى جاء أمر الله بعد حين من الإبتلاء والامتحان أما وجه الشبه بين سيرة الإمام الجواد عليه السلام وسيرة النبي عيسى عليه السلام فتمثل على وفق ما وضحه بعض العلماء في أن النبي عيسى عليه السلام صار نبيا وهو طفل رضيع وتكلم في المهد ويقترب حال إمامة الجواد عليه السلام إذ آتاه الله الإمامة وهو طفل في الخامسة من عمره وكان يكلم الناس بكلام الحكماء والعرفاء وهو في مرحلة ما قبل البلوغ أما وجه الشبه بينه عليه السلام وبين جده الإمام الحسين عليه السلام فمن وجهين الأول أن جسده الطاهر بقي مرمياً على سطح الدار لثلاث ليال بلا غسل ولا تكفين إذ تركته زوجته عليها لعائن الله على هذا الحال بعد أن سمته وأغلقت باب البيت وحيداً والوجه الثاني يذكره صاحب كتاب نور الأبصار بقوله فلما قضى نحبه أمر طاغية زمانه بأن يرموا جسده الشريف هذه رواية ثانية بأن يرموا جسده الشريف من أعلى السطح إلى الأرض ومنع الناس أن يحملوه ويشيعوه ويدفنوه ويدنوا منه وبقي جسده على الأرض أياما بلا غسل ولا كفن ولا دفن ويقارب هذا الحال من حال جده الصبط عليه السلام ومن كل ما سبق أيها الحفل الكريم نفيد من أن التجمع لإحياء ذكر أهل البيت إنما هو تجمع يحبه الله ورسوله لما فيه من تذاكر في شؤون الدين وفضائل الشريعة ومحامد الأخلاق والشمائل في الختام نشكر سماحة المتول الشرعي للعتبة العباسية المقدسة والأمانة العامة للعتبة إذ لم يدخر جهداً في إحياء المناسبات المباركة وإشراك المؤمنين في ذلك عبر أقسامها وتشكيلاتها الداخلية والخارجية سائلاً المولى جل جلاله أن يديم عليكم بركاته أن يديم عليكم بركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين مفور الشكر والامتنان السيد مدير مكتب المتول الشرعي في العتبة العباسية المقدسة الدكتور السيد أفضل الشام المحترم على هذه المشاركة الطيبة وهذه الكلمة بهذه الذكرى الميمونة لولادة مولانا وإمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه على حبه صل على محمد وآل محمد ما شاء الله وبهذه الذكرى الطيبة نبقى مع الوزن والقافية والشعر والشعراء مع مشاركة بقصيدة من الشعر الفصيح للشاعر الأستاذ نوفل الحمداني يتفضل محياً بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد الله سل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذه الولادات العطرة ولادة سيدي ومولاي الإمام الجواد وولادة سيدي ومولاي الإمام علي المقبلة إن شاء الله وقل رب زدني من حسين محبة لأعرف معنى أن أكون موحدة لأعرف معنى الله في قلبه الذي تبقى وحيداً والألوف له عدا وإلى سيدي ومولاي الجواد نور من الألق القدسي ينبثق لتشرق الأرض فجراً منه يأتلق وتصطفيه ربيعاً مونقاً عطشت لنور طلعته وانتابها القلق قد تاهت الناس لا تدري مسالكها شرقاً وغرباً مدى أوهامهم غرقوا وشط من شط عاثت فيه فلسفة مبلبل والأمان كلها حرقوا رأى من الأفق الأعلى مفازتهم وجس حيرتهم من هول ما نطقوا فكان ميقاته خمس سطعن به جبال مكة كادت منه تنفلق وجاء وجاء تاسع نور كان موعده صبح من العلم مذخور لمن صدق ومد من روحه جسراً به عبروا على صراط علي إذ به وثقوا وقال وقال أما عصايا اليوم أقذفها لتلقف السحرة فالأوهام تحترق عصايا من سأتي علم هديت له من الإله فلن يبقى لهم رمقوا وأنكروه وقالوا ثم ألقمهم آياته فإذا من هولها صعقوا ومثله كان يحيى ومثله كان يحيى الله ألهمه حكما صبياً به الآفاق تتسقوا وليس ثمت باب دون حكمته وخلف ما أودع الأبواب تستفقوا فكان عيبة علم الله يمنحهم طوق النجاة إذا يغشاهم الغرق على كل علم في تكامله على كل علم في تكامله فكان نوراً إذا ما اعتاصت الطرق على بمعوة لعلم الله ما نسجوا من الأباطيل حتى زال ما اعتنقوا وكان كون من المعنى وعصبتهم مرت على جرفه للسمع تسترقوا فكل من جاء منهم كان يتبعه من الهدى نيزك بالإثر ينطلق شبيه موسى ويحيى حين تذكره وريث أحمد فيه الخلق والخلق يا فرحة للرضى امتدت لنا فرحاً عبر الدهور لكي يسمو بنا الألق هذا الجواد الذي شعت فضائله فالنور تعرفه والحمد والفلق والسلام عليكم ورحمة الله مفور الشكر والامتنان للأستاذ الشاعر نوفل الحمداني على هذه المشاركة الطيبة شكراً جزيلاً وأسألكم الله التوفيق والعافية بحق محمد وآل محمد بآل محمد ترجى النجاة بآل محمد ترجى النجاة ولا تزكوا بغيرهم الحياة وخدمتهم تشرف من أتاها فتلك الباقيات الصالحات إذا ذكرت محاسنهم بجمع إذا ذكرت محاسنهم بجمع من الأملاك ترتفع الصلاة أنا أطمع من هذا الحضور الكريم ومن هذه القلوب ومن هذه الحناجر ونحن بجوار مولانا أبي الفضل العباسي عليه السلام أن ترفع الأصوات بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد أشاء الله أسأل الله لكم التوفيق والعافية ونبقى وإياكم أيضا مع الشعر والشعراء ومع ابن هذه المدينة الطيبة المقدسة ومبدع من مبدعيها مع مشاركة للشاعر الأستاذ فراس الأسدي يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين ذلك هو الحبيب المصطفى محمد على آله وصحبه المنتجبين صلوا عليهم أجمعين أصحاب العلم والفضيلة الأساتيذ الأفاضل خدمة الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس صلوات الله وسلامه عليهما السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته جزا الله جميع القائمين على إقامة احتفالاتي ومجالسي أهل البيت عليهم السلام أجمعين من أي فضل فيك لو أبتدي لا لن أفي بالوصف يا سيدي لك يا جواد في فؤادي جوان يسري إلى روضك في المولدي هذا جمال الكون فيك زهى وحلة الأنوار من عسجدي أسكى خصال في الورى نلتها مثل الندى تقطر من غرقدي أسرشت علما في ليالي الدجا بالقول قد أخرست من يعتدي هذه يدي أمددتها طالبا أرجو عطاياك فاخذ في يدي من رام نيل الفوز في الآخر صلوا على خير الورى أحمدي جزاكم الله خير الباري خلى كربلة بوسط العراق الباري الباري خلى كربلة بوسط العراق وهاي موصد فيا بن عقد الولى الفروض الخمسة كلهن واجبات الباري خلى كربلة بوسط العراق وهاي موصد فيا بن عقد الولى الفروض الخمسة كلهن واجبات والصلاة الوسطة صارت كربلة ولذلك واجب نحافظ عليك لأن الله نطاج هاي المنزلة كربلة يعني نحر يوم الطفوف كربلة يعني نحر يوم الطفوف كربلة يعني شفوف العائلة كربلة يعني ضمى أو خيل أو خيام كربلة يعني دموع العائلة كربلة يعني مهد يعني الرضيع كربلة يعني سهام أهل البلى كربلة يعني سبي أو نار أو عمود أو طاح قرآن الله قدام الملى واللي عنده بداخل نقطة ضمير كون يعرف شنه قيمة كربلة كربلة خدمتكم شيخنا كربلة يعني نحر يوم الطفوف كربلة يعني شفوف المرجلة كربلة يعني ضمى وخيل وخيام كربلة يعني دموع العائلة كربلة يعني مهد يعني الرضيع كربلة يعني سهام أهل البلى كربلة يعني سبي ونار وعمود أو طاح قرآن الله قدام الملى واللي عنده بداخل نقطة ضمير كربل يكون يعرف شنه قيمة كربلة كربلة ما كو مثلها بهالوجود ولا تشبه قاعها كل الفلة كربلة ماكو مثلها بها الوجود ولا تشبه قاعها كل الفلة اترحب بكل من يجيها من بعيد اواك فعل شفافها كلمة هلة لكن اللي يحاول يسيئلها يوم توقف قبال رجال المرجلة كربلة براس السنة راس الحسين كربلة براس السنة راس الحسين مثل بتبيت بشرفها مأصلة ومثل ما بالذكر فاتحت الكتاب كربلة صارت حديث البسملة كربلة صارت حديث البسملة بأعلى أصواتكم بوقت كانت الدنيا ظلمة يا مولاي بزر نور الجلالة بمولدك من جيت اوهلت رحمة الله وطشت على الناس لما نيالجواد بطلعتك هليت طشرب الجلالة ورد فوق الروس مثلك لما انهيلوا يا سمن طشيت يا باب المراد اللي يقصدك محتاج تنطي مراد بيده وباب ما سديت وانا يا ابن الرضب يومك دعيت الروح موشي دي روحي بحضرتك مدية ما بين العلي والعلي اسمك صار ما بين العلي والعلي اسمك صار وانت بينهم يا ابن العلة تسميت يا ماي الحوائج ردت شربة ماي بس تزقيني قطرة أشعر ترويت اسمك وردة بيضة وخضرت أفنان اتناثر عطر باسمك لو النادية يمطهر لساني وقلبي يا ابن الغوث ما اذكر لفظتك وانا ما سميت يمطهر لساني وروحي يا ابن الغوث ما اذكر لفظتك وانا ما سميت انا بلاولاكم ما اشوف النور يا باب الحوائج صمت لو صليت انا بلاولاكم ما اشوف النور يا باب الحوائج صمت لو صليت ينفزز الدنيا بعلمك المهيوب ينفزز الدنيا بعلمك المهيوب وانت بهذا علمك للبشر وصيت جوك وحاج جوك وراد ويحرجوك سئلوك اش كثر بس انت مت وانيت جاوبت بطلاقة وقلت يا هالناس تغل يعرف علي هذا انا نفس البيت جاوبت بطلاقة وقلت يا هالناس تغل يعرف علي هذا انا نفس البيت صحت انا الجواد وابن ذاك النور انفر على البري انجوم لو ضويت يا قطرات الندى لما انتهي الارتاح انا يا هوى الدنيا لشخصك احتامية انطيت اش كثر ولي يقصدك ما خاب انطيت اش كثر ولي يقصدك ما خاب ابن جود وكرم بالعطية ما منيت اللي سويت الي وللدين وكل الناس ما سوا شخص بس ما قل السويت يا ريحة الجنة والعطر فواح اريد اشتم هواك العطرك اشتاقية يا بن ذا القرب خصك بايت الرحمن مولاي الجواد ازقدلك حنية بابك مشرعة للغايحو للجاي اقبل جنتك يا سيدي تمنيت على اعتابك اجيت وحاجتي بيمناي قبل ما اقول شنه انطيتني ورديت قبل ما اقول شنه انطيتني ورديت هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وافلح من صلى على محمد وآله محمد مفور الشكر والامتنان للشاعر فراس الاسدي على هذه المشاركة الطيبة ومنه ان شاء الله ننتقل الى الحناجر التي تصدح بحب آل محمد عليهم السلام مع مشاركة طيبة اخرى للرادود العزيز والطيب الاستاذ علي الساعدي يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة افلح من صلى على محمد وآل محمد مبارك لكم يا شيعة امير المؤمنين ولادة مولانا الجواد ونسأل الله بحق بركة مولانا الجواد أن يوفقنا وإياكم وأن لا يحرمنا وإياكم خدمة محمد وآل محمد بحق بركة الصلاة على محمد وآل محمد موفقين إن شاء الله ومتباركين ومأجورين ونسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم خدمة الآل الكرام باسمكم جميعا إن شاء الله اللي عنده حاجة واللي عنده مريض ونحن بجوار قمر العشيرة بالفضل العباس إن شاء الله نقرأ هذه الأبيات باسم مولاي الجواد وبباب مولاي قمر العشيرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد ولكن بأعلى أصواتكم يا أبو فاضل الضاقتوه يشلرات يا أبو فاضل الضاقتوه يشلرات عند حاجة وجهتك باسم الجواد تدر من واحد تضيق الدنيا بي تدر من واحد تضيق الدنيا بي اليسوى والما يسوى يتفرج علي وانا غيرك ياهو يستاهل أجي وانا غيرك ياهو يستاهل أجي انت ما مر لقيتك باب ساك يا باب الحواج المن برايك يروح المختنيك المن برايك المن برايك يروح المختنيك أنا غير بابك قل لي شايا باب أديك يا باب أديك غير باب أديك قل لي شايا باب أديك شذب كل الدنيا بس انتم شنو شذب كل الدنيا بس انتم صديق ومو علق روح بضريحك أنا شاد مولاي أنا جيت الصحنكي وقاطع دروب أو تدرب لينذل يبو فاضل صعوب أنا جيت الصحنكي وقاطع دروب أو تدرب لينذل يبو فاضل صعوب أعيوني للشباش ودموعي تصوب بعين طاحت واد معليها اعتماد عند حاجة وجيتك باسم الجواد يا بو فاضل ضاقة وماء الحال وانت شيخ وتعرف شلون الفشل عند حاجة عند حاجة وبيك معقود الأمل عند حاجة وبيك معقود الأمل ببركة الصلاة على محمد وآل محمد سيدنا جايك شوي جايك بس إن شاء الله بس إن شاء الله كلكم ورود اللي موجودين اللي عنده وردة واللي ما عنده وردة هو إن شاء الله الوردة وعطرها ترفع الأياد إن شاء الله ونريد الليلة إن شاء الله نسجل أسماءنا وإياكم بسجل مولانا الجواد بس ترفع عيدك وتلوح بيها إن شاء الله معجور إن شاء الله نور الإمام يا محل نوره نور الإمام يا محل نوره قولوا نور الإمام يا محل نوره نور الإمام يا محل نوره أسمع منك نور يا محل نوره عافية الجاو يخبل ما شاء الله وأنتم هم تجننون وتخبلون وإحنا بجوار هذا البطل فدوا أروح لك هذا الجواب أبداً ما يساعد يلا نشوف الأيادي نشوف الكل الكل ما شاء الله نور الإمام يا محل نور نور الإمام يا محل نور قولوا يا اسم عشاء الله حافية نور إيدك إيدك خليها نور الجواد بكل عصر يتلال الأهل الغيرة نور الجواد بكل عصر يتلال الأهل الغيرة عدنا الوصيحة ملحمة وما عدنا واحد غير ما عدنا واحد غير هذا عشقنا نوضحه ونشرح إلك تفسير يا طهر الحب يا تقي نورت كل الديرة نورت كل الديرة نور الإمام يا محل نور قول نور الإمام شباب شباب ما شاء الله هالصوب تجواب ما شاء الله أسمع بعد منك عفية بعد صوتك مولاي أنت الجواد أهل العلم يا واحد بلا ثاني توارثت حبك سيدي توارثت حبك سيدي من والد الرباني من والد الرباني أكتب لك شعار الغزل باسمك يغني لساني يا آية الحق والوفاء ذكرك صبح قرآني ذكرك صبح قرآني قولوا نور الإمام يا محل نور نور بعد بعد نور الإمام إلى خادم مولاي جواد الشعر علي الخفاجي حب معتقد معاطف يا ابن الوصيح حبينا يا وارث نوار المجد حبك تولد بينا حبك تولد بينا ميلادك بطول العمر مولاي ما ناسين مولاي ما ناسين نورك على الدنيا زهر واعلن بيصلينا واعلن بيصلينا يلا نور الإمام يا محل نور نور الإمام ما شاء الله ما شاء الله أعلى بيصلينا بيصلينا ولي أنت جواد وغيرتك غيرت علي مولانا غيرت علي مولانا يا تاسع عنوار السماء ذكرك يعيشوا يا نيوه ذكرك يعيشوا يا نيوه يا سيدو صوت العشق باسمك يصيح لسان يا غيرت الله يا غيرت الله وحجته أنت الوحو قرآن أنت الوحو قرآن يلا نور الإمام يا محل نور بس إن شاء الله نور الإمام أعلى حد ها ونحن بجوار قمر العشيرة خدمة الحسين حبيبنا وعزيزنا الدكتور وكل خدام الحسين السادة الأجلة أبيات لقمر العشيرة بطريقة الحدي ولكن ببركة الصلاة على محمد وآل محمد وكأني بقمر العشيرة يقول اللي تقرى اللي تقرى علي بشف إذا طق قف الصدر أكسر من وراء الدركة اللي تقرى علي بشف إذا طق قف الصدر أكسر من وراء الدركة يكون الطايا يا أمي يا أف سجن ببابي السرق رفعيدك ها عمي ها أبو يا ها شالي بدوك العشرة بخوذ شالي بدوك شالي بدوك العشرة بخوذ شالي بدوك جند الطين بيهو يوم جند الطين بيهو يوم جند الطين بيهم ما رجف جازة قاموا ينفسون العند عكازة قاموا خادمك جند الطين بيهو يوم ما رجف جازة قاموا ينفسون العند عكازة شفت واحد من الخنقه غد جنازه من قد ما لف وجهه بشيالة من قد ما لف ايه من قد ما لف وجهه بشيالة من قد ما لف وشه العمر لو علي ما فيه موجود بيت بلا والد وش قيمة البيت دربي سمم سافته خيمة عن جود ويهوات معه يبان الفرق للحي والميت يلا نجدد الولاء في جوار المولى أبي عبد الله الحسين وقمر عشير ارفع ايدك ما شاء الله ارفع ايدك ارفع ايدك وقل للحسين الصورة تشبه لك بهاش قد انظر لك الصورة تشبه لك بهاش قد انظر لك صح مواقعية لچانها حنينة بوجهك بوجهك احسيني 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 خدمك خليني بها الخدمة لا تحرمني النعمة خليني احسيني من يالا للي قضيها وقلال للي قضيها مسبي بلا دعوة ترفع شأن عن ناس لكن ليطمئن ارفع ايدك وبعد خلق الله مولاي حسين يلمي إن الله لقيته المعشفته وحبيته ما زال أنا عايش أقول لك أحبك خلي دك على قلبي وتشوف إش قد حبي حيط بيتشوف إش حالات من كتبك ماك أجمل من إحساسي من أرفع رايا على بيتي واطلع بالموكب أبنو أنصب منبر عزيتي والبس لك ثوب الأسود حتى تبين هويتي والخدمة قضيتي والخدمة قضيتي يلمي إن الله لقيته المعشفته وحبيته ما زال أنا عايش أقول لك حسين 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 أين الصارخونة أين الضاجونة حسين 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 يلا أبيات الدعاء محبوب إنت وغيرك ما أحب بس إنت صدقي الباقي من تذب ويا الهوة اشتمنك لو يهيب انت حبيبي حبيبي انت الهوى وغيرك ماكو هوى انا بدونك والماكو سوى حسين حسين مأجورين وموفقين بحق بركة الصلاة على محمد وآل محمد مفور الشكر والامتنان الرادود الاستاذ العزيز علي الساعدي على هذه المشاركة الطيبة ودامت هذه الحنجرة في حب آل محمد عليهم السلام واسأل الله لكم التوفيق والعافية ببركة الصلوات العاليات على محمد وآل محمد هنيئا لكم هنيئا لكم ايو الله على هذه الحناجر الطيبة وهذا الحضور المبارك أسأل الله لكم التوفيق والعافية ونصل وإياكم إلى تكريم الفائزين بهذه المسابقة التي أطلقتها العتبة العباسية المقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية هذه دعوة للسيد مدير مكتب سماحة المتولي الشرعي في العتبة العباسية المقدسة السيد الدكتور أفضل الشام المحترم ليشاركنا في تكريم الفائزين يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد خدمتكم حجينة إن كان فوق أو جوه ماكو أي اشكال ما شاء الله عدد المشتركين الكل 2225 مشترك والإجابات الصحيحة 222 والفائزين 10 سيتم تكريهم إن شاء الله الفائز علي حسن كاظم من محافظة كربلاء المقدسة أهلا وسهلا بكم ما شاء الله يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد مبارك عليكم ما شاء الله أهلا وسهلا بك يا علي الفائز من بعده إن شاء الله كرار طلال عبد الرزاق من عاصمتنا من بغداد كرار إذا كان موجود إن شاء الله أو من ينوب عنه إن شاء الله الفائز أيضا الأخت سرى حازم شمسي من محافظة كربلاء الأخت سرى حازم إذا كانت موجودة أو من ينوب عنها باستلام الجائزة بإذنه تعالى الفائز الأخت فاطم حسين جبر الجعثري من عاصمتنا من بغداد موجودة إن شاء الله من بعدها إن شاء الله الأخت الفائزة مريم حسين محمود ما شاء الله يستلمها نيابة عنها والدها خادمة بالفضل العباس عليه السلام أسأل الله لكم العافية إن شاء الله هنيئا لكم هذا التكريم وأسأل الله لكم التوفيق والعافية شكرا جزيلا للسيد مدير مكتب سماحة المتول الشرعي وهذا تنبيه أيضا للأخو والأخوات الذين لم يوفقوا للحضور إن شاء الله يقدرون يراجعون قسم الشؤون المالية في العتبة العباسية المقدسة في أي وقت وإن شاء الله يكونون بخدمتهم في إعطائهم الجائزة في هذه المسابقة الطيبة هذه دعوة للسيد عضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة الحاج الأستاذ كاظم عبادة المحترم يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد أهلا وسهلا بكم حجينة سأل الله لكم العافية الفائز محمد رزاق غازي من محافظة ذيقار يا محمد موجود إن شاء الله نعم أهلا وسهلا بك يا حبيبي تفضل أهلا وسهلا من بعده إن شاء الله محمد عبد محمود من كربلاء المقدسة يلا تفضل يا حبيبي أهلا أهلا وسهلا أهلا مبارك عليكم أهلا وسهلا بكم حجينة يتشرف خير مقدم إن شاء الله أنعم وأكرم من بعده إن شاء الله محمد كاظم عبد الموسوي من كربلاء المقدسة محمد كاظم إذا كان موجود من بعده إن شاء الله مرتضى صالح عبد الرضا من محافظة ذيقار مرتضى صالح عبد الرضا موجود أهلا وسهلا بكم يا حبيبي تفضل مبارك عليكم هذا الفوز وأسأل الله لكم العافية وأخيرا إن شاء الله الأخت هدى صالح من محافظة ذيقار الأخت الفائزة الأخت هدى صالح عبد الرضا ماشاء الله أهلا وسهلا بكم مبارك عليكم وأسأل الله لكم التوفيق والعافية والشكر موصول لسيد عضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة الحاج كاظم عبادة على هذه المشاركة الطيبة والشكر موصول لكم أيها الحضور الكرام لمتابعين الكرام على أمل الملتقى إن شاء الله بمحافل أخرى على حب آل محمد ونختم بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة